جيل العظيم مع الكابتن حسن شحاتة جيل منتخب الشباب العظيم مع الكابتن حسن شحاتة ابتدى يشتغل كتير كتير لحد ما وصلنا ل2006-2008-20010 وده كان النواة اللي كسبنا بها هذه البطولات مع الجيل بتاع الكابتن شاوء غريب قبليه اللي بالنواة دي درب الكابتن شاوء غريب منتخب مصر بعد كده بعد الكابتن حسن شحاتة ودلوقتي النواة بتاعت منتخب مصر فيها أحمد حجازي فيها محمد الننى، فيها محامد صلاح، فيها عمر جابر، فيها آخرين. فين بقى الكابتن دياء السيد من تدريب منتخب مصري. لو أنا اللي بختار، إنت مشيك كروش، دياء السيد يمسك منتخب. صحي كده. يأسهل إجابة جواب تهالي في حياتك. أنا بقولك، لو أنا اللي بختار، لو في الدنيا سلكة، لو حت عايز تجيب مدرب أجنبي، بتشتغل مرحلة الاولانية ورغب ان انا شايف ان انا قادر يعني وبعد كده تجيب براحتك وتبقى الدنيا براحتك وانا كنت هشتغل بنفس الرتم اللي كنا شغالين به ومعاك عصام ومعاك شوقي وانضب متاني ومعاك المعللين وانا اشتغل بنفس الجرعة بنفس الجرعة جرعة الشغل بقى القاتل اللي احنا كنا بنشتغله اللي انا تعلمت منه حاجات كتيرة جدا بالمناسبة وكاد هتمشي وتعدي الفترة دي واعمل اللي انت عايزه بعد كده انت كابتن ضياء مهاراتك الشخصية بعيدة عن الفنيات حيث ان انت ما عندكش المهارة اللي هي بتاعت انه اجماعة انا موجود شهادة وفات بابا هي المي مش محتاجة مهارة ليه الناس مش شاهدة على فاكرة مش بتكلم على الفترة دي بس انا بتكلمك حتى من ايام بوب برادلي لما مش بوب برادلي لا ما عندهش المهارة دي ما عندك شفت اعترفت 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 بصول ايه بقى هي المهارة انت اللي تقول لا ما سألها ما انت بتقولي ما عندهش المهارة لا لا ما عرفش لا تبقى يعني كل حده ليه دماغ في اختياراته بس الطبيعي انه الراجل معاه الجيل ده كله بتاعه وفاهم مفوض يشتغل بيوم شوان فيش اجيال بتاع تحدي هي لعيبة مصر كلها طبعا قدوا اكتر فترة معايا وطلعين معايا ويعني شافوا او انا شفتوا منهم كل وساعدتك انهم جزء كبير منهم مستمر بشكل كويس يعني لو عارض عليك تبقى موجود في جهاز فني جديد لمنتخب مصر اجنبي مش هيجبوني لا ليه لا انت عملت ايه لا ما عملتش حاجة بس الاتحاد مش هيجبنا انا يعني لما الراجل طلع طول الوقت بيقولوا غير جمعة وضيه وشوقي غير ضيه وجمعة طب هيجبوني دلوقتي يعني انت دلوقتي شايف انه هما مش هيجبوك لا لا مش هيجبوني طبعا انا عارف لا انت عارف مزعلهم ممكن اكون مزعلهم بس معارفش مزعلهم في ايه مش عارف وتصريحات وتمنيว انا مايكن انا محبش ازعل حد اتمنى لو حد تزعلني يا عم ارجوك ما تزعلش يعني انا بقولها على هو هوا يعني لو حد يزعلان مني في حاجة ارجوك ما تزعلش عشان هتشتغل في المنتخبة reflected話 beforehand لا 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 مش عاجز اشتغل لا يا انا مش هشتغل انا بعلن انا مش هشتغل في الجهاز اصلا اه لا انا بقول لي انا بحب مش حد يزعل مني انت عارفني انت يا صاحبي